السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة الجمعة 21 أغسطس 2020 نسمى الزينة عشان نعرف لكم الجديد في أسعار طيور الزينة واكل العصفير تابعونا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في فيديو جديد على قناة بتنور هنقدم لكم النهاردة تقرير عن سوق الجمعة وهنشوف آخر أخبار أسعار طيور الزينة وأكل العصفير قبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة الإقبال على السوق كان أفضل من الأسبوع اللي فات ما نقدرش نقول إن زي زمان بس بتتحسن يعني كان فيها انباء عن طلبية استرولي بتتلم بس أنا ما شفتش لم الحقيقة يوحي بإنه لم بالطلبية غالبية اللي كان بيلم كان تجار بتلم لمحلات وبرده الأمن كان منع أي حد يقف برا السوق ودلوقتي نبتدي التقرير نبتدي بأسعار العصفير الاسترولي اللي كانت أسعارها النهاردة من 45 ل 50 جنيه للجوز الزغاليل والشغال كان من 70 ل 80 جنيه حسب الألوان أما بالنسبة للألبينو واللاتيني كان سعر جوز الزغاليل 65 جنيه والشغال 100 جنيه ننتقل بقى للفالو اللي كان الجوز الشغال عامل من 150 ل 180 جنيه نجي بقى للأنصاص اللي كانت أسعار الزغاليل فيها النهاردة من 120 ل 150 جنيه للجوز والأجواز الشغالة متوسط 250 جنيه للجوز في المستويات الكويسة أما أسعار الانجليزي فكانت بتبتدي من 450 للجوز الشغال الرينبو كان متواجد النهاردة بقوة ومستويات عالية من الرينبو قوي الشخص اللي كان بيبيع كان عايز في الجوز 500 جنيه بس هي كانت مستويات مميزة وحجمها مميزة كان فيه مستويات أقل منتشر في السوق بأسعار بتبتدي مثلا من 350 للجوز لكن المستويات المميزة كانت الجوز عامل 500 جنيه نجي بقى للفولل الفولل النهاردة كان سعر الجوز الزغاليل بيبتدي من 150 جنيه للجوز والشغال 300 جنيه وبيزديد حاجات بسيطة يعني في المستويات العالية ننتقل للكوكتيلات اللي كانت متواجدة النهاردة بقوة وكان سعر الكوكتيل الحبشي 150 جنيه للجوز الزغاليل و 280 جنيه للجوز الشغال أما الفون كانت أسعار الزغاليل 150 جنيه للجوز وأسعار الشغال 250 جنيه للجوز ننتقل للاتيني اللي كان في الخوفات طفيل في الأسعار كان جوز الزغاليل عامل من 250 إلى 280 جنيه والشغال 450 جنيه أما بالنسبة للإيزابيلات كان سعر الجوز الزغاليل 200 جنيه والشغال 350 جنيه نذهب للمسبعات اللي كانت أسعارها النهاردة 400 جنيه للجوز الشغال وتوصل ل 550 وممكن 600 في البصمات نخش على الألبينو اللي كان الجوز الشغال عامل 2000 جنيه وما شفت الزغاليل محد يعني الشغال في الألبينو كان عامل 2000 جنيه لكن أنا ما شفتش أي زغاليل نتير بقى على العصفور المفضل اللي هو العصفور الروز اللي كان الزغاليل فيها عامل 140 جنيه في الجرين ريت فيس والألوان الدرجة والشغال كان عامل 220 جنيه أما بالنسبة للاتيني كان سعر جوز الزغليل عامل 450 جنيه والشغال كان عامل 850 جنيه اما بالنسبة للأوبلايل الأورنج كان جوز الشغال عامل من 900 لألف جنيه نخش بقى على الفشر الفشر النهاردة كانت أسعاره 280 جنيه للجوز الشغال من الدهبيات والألوان الدرجة كان سعر الفشر الألبينو 350 جنيه للجوز الزغليل والشغال 500 جنيه ننتقل بقى البند تاني اللي هو الزبرة اللي كانت أسعارها النهاردة 60 جنيه للجوز الشغال وكان فيه كميات كبيرة قوي منها ناس كتيرة كانت ممكن تبعها كمان على 55 جنيه للجوز نيجي لأسعار الجوا اللي كان سعر الجوز الحبشي فيها من 200 لـ 220 جنيه والجوا الأبيض من 250 لـ 280 جنيه للجوز أما أسعار الكاناريا اللي كانت أسعارها النهاردة 550 جنيه للجوز نيجي لأسعار اليمام الماسي اللي كان جوز الشباب 250 جنيه والشغال 350 جنيه ولحظنا النهاردة تواجده وابتدى كتير من الهواة تفرقه وتربيه جبنا لكم النهاردة كمان طائر الميناء وفيه ناس كتيرة بتتقول عليه طائر الميناء كان سعر الجوز فيه في طائر الميناء 300 جنيه وابتدى ينتشر عن الأيام اللي فاتت بالنسبة للناس اللي هي متعرفش طائر الميناء ده طائر بيقلد الأصوات وفيه ناس كتيرة بتتجه إنها هتجيبه عشان يعري سعره رخيص مقرنة طبعا بأسعار البغبغانات لأن أسعار البغبغانات بتكون عالية جدا بس أنا الحقيقة ما شفتوش قبل كده مع أي حد يكون بيتكلم يعني ما شفتوش بيتكلم مع حد قبل كده بس اللي عاز يعرف عنه معلومات في فيديوهات كتيرة عنه على اليوتيوب اكتب كده طائر الميناء وبإذن الله إن هي متوفرة إن احنا يعني نجيب جوز ونحاول معاه ونضربه في إن هو يتكلم نيجي بقى لآخر طائر اللي هو بغبغان الدورال هندي اللي كان سعره النهاردة 2400 جنيه للجوز الشغال بكده نكون خلصنا أسعار العصفير هنشوف دلوقتي أسعار الأكل كانت عاملة زي بالنسبة للفلارس فكان سعر الكيلو النهاردة 16 جنيه البالكم 12 جنيه أما بالنسبة للدينيبة فكانت أسعارها بتبتري في الدينيبة النظيفة 12 جنيه للكيلو وبتوصل ل 16 جنيه في الدينيبة الرومي سعر الكيلو الليب كان عامل 15 جنيه والسبية كانت من 30 ل 35 جنيه بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك تقرير النهاردة ما تنساش تتوصل لك للفيديو شير كتير على قد ما تقدر عشان المعلومة توصل للناس كتير هستنى قراركم في الكومنتات سامحونا على أي تأثير أو أي نسيان قبل ما ممشي هسيب لكم لينك القناة التانية بتاعتنا في الديسكريبشن ياريت تشرفونا باشتراككم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته